بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم طلبتنا العزاء في كلية التمريض للمرحلة الرابعة وأقدم لكم محاضرة في اللغة العربية العامة لأقسام غير الاختصاص وأتمنى لكم عاما حافلا بالتوفيق والنجاح طبعا بداية رب سائل يسأل ما علاقة اللغة العربية بباقي الأقسام وهي ليست من ضمن الاختصاص فنقول بأن طالب الدراسات العلية وكذلك تأتينا وتريدنا بحوث التخرج ورسائل الماجستير والدكتورة فيها كثير من الأخطاء اللغوية وأغلب هذه الرسائل والأطاريح والبحوث تكتب في اللغة العربية فحرصت الوزارة على تقديم موضوعات اللغة العربية من خلال دروس الطلبة في البكالاريوس وسنتناول يعني مفردات تتعلق من خلال الحياة العملية وتفيد الطالب في مسيرته العلمية فصراحة سنختار إن شاء الله مفردات تصب في مصلحة هذا الأمر وأولى هذه المفردات هي طبعا الهمزة كيفية كتابة الهمزة طبعا بالمناسبة محدثكم الدكتور ياسين محمد فيصل فتح النعيمي من كلية التربية للعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية نتوكل على الله ونقول أولى المفردات هي كتابة الهمزة فسنتناول قواعد كتابة هذه الهمزة وكثير من الزملاء وكثير من الطلاب من يخطأ في كيفية كتابة هذه الهمزة ولا سيما بأنها تأتي بأنواع متعددة فإذا جاءت الهمزة في بداية الكلمة فتسمى الهمزة الأولية وإذا وقعت في وسط الكلمة تقع وتسمى الهمزة المتوسطة وهناك همزة تقع في آخر الكلمة فتسمى بالهمزة المتطرفة فبداية الهمزة في أول الكلمة أو الهمزة الأولية التي تقع في أول الكلمة الهمزة التي تقع في أول الكلمة نوعان عندنا نوع يسمى بهمزة الوصل أولا همزة الوصل وثانيا همزة القطع إذن أعيد وأكرر الهمزة التي تقع في أول الكلمة نوعان همزة الوصل وهمزة القطع وسنتواصل بإلقاء هذه المحاضرة نبين الهمزة المتوسطة والمتطرفة وإلى آخره إذن الهمزة الأولية التي تقع في أول الكلمة نوعان همزة الوصل وعندنا همزة قطع فنأخذ أول نوع وهي همزة الوصل همزة الوصل هي الهمزة التي تظهر في النطق إذا جاءت في بدء الكلام يعني إذا جاءت في بداية الكلام تظهر في النطق تظهر في النطق إذا جاءت في بداية الكلام ولا تظهر إذا وصلت بما قبلها ولا تظهر إذا وصلت بما قبلها وتزاد في أول الكلمة ليتوصل بها إلى النطق بالساكن أقول مثلا اهتمت الجامعة اهتمت الجامعة في الموصل بالتعليم الإلكتروني خاصة بعد أن عافانا الله وإياكم بعد هذه الجائحة فأقول اهتمت الجامعة فهنا هنا هذه الهمزة في اهتمت هي تسمى همزة وصل فظهرت في النطق لأنها جاءت في بدء الكلام لكن لا تظهر إذا وصلت بما قبلها فأقول اهتمت الجامعة فالجامعة هنا أيضا همزة وصل لكن لا أنطق لا يجوز أن أقول اهتمت الجامعة بينما أقول اهتمت الجامعة وستتبين لكم من خلال الأمثلة الكثيرة ومن خلال تعلم المواضع كيف تفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع إذن بداية التعريفات إذن همزة الوصل هي الهمزة التي تظهر في النطق إذا جاءت في بدء الكلام ولا تظهر إذا وصلت بما قبلها وتزاد في أول الكلمة ليتوصل بها إلى النطق بالساكن أيضا لدينا همزة القطع همزة القطع هي الهمزة التي تثبت في النطق دائما همزة القطع هي الهمزة التي تثبت في النطق دائما سواء أكانت في أول الكلام أم في أثنائه يعني دائما هذه الهمزة موجودة في النطق يعني تظهر في النطق سواء كانت في أول كلام أم في أثنائه على عكس همزة الوصل التي تأتي وتظهر في النطق في بدء الكلام لكن من خلال الاسترسال بالكلام لا تظهر في النطق مثلا أقول إن على شبابنا أن يحمل الأفكار التعليمية التي تهدف المجتمع فمثلا هنا هنا هذه همزة هذه تسمى همزة قطع لأنه ثبتت في النطق دائما أو تثبت في النطق دائما أقول إن على شبابنا أن هنا أيضا أن وردت في درج الكلام وأيضا ظهرت هذه الهمزة مثلا أقول أن يحقق أهداف المجتمع هنا أن أهداف فهذه كلها تسمى همزة قطع إذن أعيد وأكرر همزة القطع هي الهمزة التي تثبت في النطق دائما سواء كانت في أول الكلام أم في أثنائه وترسم في الكتابة ألفا مقترنة بهمزة تكتب فوق الألف لو تلاحظون إذا انقرب هذه الشريحة هذه همزة القطع تلاحظون ترسم في الكتابة ألفا مقترنة بهمزة تكتب فوق الألف إن كانت حركتها الفتحة مثل أهداف فتكتب هذه الهمزة وفوق هذه الهمزة ترسم حركة الفتحة وإذا كانت مضمومة نكتب ضمة فوق هذه الهمزة مثل أقول أمة أمة فهنا فوق هذه الهمزة فوق هذه الهمزة تكتب ضمة وإذا كان الحركة مفتوحة نكتب فتحة وترسم تحت الألف إن كانت حركتها مكسورة مثل إلى يعني تحت ترسم تحت الألف إن كانت حركتها مكسورة مثل أقول إلى والهمزة في أول الكلمة ترسم ألفا دائما سواء كانت همزة وصل أم همزة قطع مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة أقول أحمد أستاذ إبراهيم أسكت وإلى آخره من الأمثلة إذن هذه مقدمة بسيطة عن الهمزة التي في أول الكلمة وقلنا بأنها الهمزة التي تقع في أول الكلمة نوعان هي همزة وصل وهمزة قطع الآن إذا انتقلنا إلى الشريحة الأخرى التي هي مواضع همزة القطع يعني أنا لا يعني أنا ذكرت هذه المواضع لأنه يعني يجب على الطالب أن يستذكر هذه المواضع وإن شاء الله بعد أن نذكر هذه المواضع راح يعني أقول بأن هناك علامة الطالب من يتعلم هذا الأمر مباشرة يستطيع أن يعرف أنه هذه همزة قطع أم هذه همزة وصل إحنا لازم نأخذ المواضع مواضع همزة القطع إذا قربنا هذه الشريحة فنقول عفوا نعم مواضع همزة القطع أول موضع في جميع الأسماء يعني كثير من الأسماء المتداولة في حياتنا العملية هذه الأسماء كلها طبعا هناك عدنا بالعربية عدنا الكلام الكلام في العربية قال الشاعر كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم يعني بمعنى بأن الكلام هو إما اسم أو فعل أو حرف فجميع الأسماء هي همزاتها همزة قطع مثل أقلام أوائل وأجهزة عفوا أقلام أوائل وأجهزة إذن جميع هذه الأسماء هي همزتها همزة قطع أقلام أوائل أجهزة ما عدا هذه الأسماء يعني أن أستثني هذه يجب أن تحفظ يعني عندما ترد في الامتحان هذه الأسماء ابن ابن اسم وامرأة وامرأ وأيم وأيم وأثنان واثنتان هذه همزتها هي همزة وصل صحي أسماء لكن همزة همزة وصل يعني أنا قلت بأن جميع الأسماء هي همزتها همزة قطع ما عدا إذن جميع الأسماء ما عدا ابن ابن اسم وامرأ وأيم 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 واثنان واثنتان هذه همزتها همزة وصل الموضع الثاني جميع الحروف جميع الحروف يعني في العربية جميع الحروف هي همزة همزة قطع مثل إلى وإن وأن وإلى آخره من الحروف نعم الموضع الآخر في أول الفعل الثلاثي إحنا عدنا أفعال هناك أفعال ثلاثية وأفعال ربعية يعني من أقول ثلاثي يعني يتألف من ثلاث حروف من ثلاثة حروف عفوا ففي أول الفعل الثلاثي مثل أخذ أكل آوى ومصدرهما ما معنى المصدر إحنا عدنا الفعل أخذ المضارع شنو يأخذ والأمر خذ المصدر يعني خليني نقول مثلا بالإنجليزية اللي هو التصريف تصريف الفعل أخذ يأخذ أخذا فأخذا هذا المصدر أيضا همزة همزة قطع مثلا أكل يأكل أكلا هذا أيضا همزته همزة قطع إذن الموضع الآخر من مواضع همزة القطع في أول الفعل الثلاثي مثل أخذ وأكل وأوى أو آوى ومصدرهما مثل أخذا وأكلا وإلى آخره أيضا في أول الفعل الرباعي المزيد بهمزة في أول الفعل الرباعي المزيد بهمزة مثل أرادة تلاحظون الهمزة يعني الألف الراء والألف والدالة هذا الفعل يسمى فعل رباعي مزيد بأحد حروف الزيادة اللي هي سألتمونيها اللي هو أزيد بالهمزة فهنا همزته همزة قطع مثل أرادة أكرم أبلغ أيضا ومصدرهما في أول الفعل الرباعي المزيد بهمزة ومصدرهما يعني أقول أرادة يريد إرادة أكرم يكرم إكراما إذا قربنا هذا الأمر تلاحظون هذا همزته همزة قطع يعني الموضع الأخير في أول الفعل المضارع أقول أسمعوا يعني إحنا عدنا الأفعال فعل ماضي فعل مضارع فعل أمر يعني هذه من البديهيات والتي أخذ يعني تناولها الطلبة فيما سبق في أول الفعل المضارع أقول أسمعوا أناموا أكرهوا أرتجي أستسقي الفعل مضارع همزته همزة قطع إذن هذه هي مواضع همزة القطع أو أشهر المواضع لهذه الهمزة الآن ننتقل إلى مواضع همزة الوصل نحن ذكرنا في تعريف همزة الوصل هي الهمزة التي تظهر في النطق إذا جاءت في بداية الكلام يعني في بداية الكلام ولا تظهر إذا وصلت بما قبلها أي في درج الكلام وتزاد في أول كلمة ليتوصل بها إلى النطق بالساكن وأخذنا مثال أنه اهتمت الجامعة بالتعليم الألكتروني وإلى آخره فاهتمت هنا اهتمت هذه البداية شوف ظهرنا الهمزة وهي همزة وصل لكن اهتمت الجامعة هنا الجامعة لا ننطق بها وأيضا هي همزة وصل لأنها وردت في درج الكلام الآن نأخذ مواضع هذه الهمزة عفوا همزة الوصل نعم أول موضع الأسماء المستثنات من همزة القطع المذكورة سابقا يعني لو نرجع إلى احنا ذكرنا أنه جميع الأسماء هي همزة قطع ما عدل ابن ابن اسم امرأ ايم اثنان اثنتان هذه هي الأسماء همزته همزة وصل يعني عندما أذكر لك بالامتحان أجيب لك مثلا ابنة ما الهمزة في هذه الكلمة أنت مباشرة يعني هذه يجب أن تحفظ هذه هذه الأسماء يجب أن تحفظ لأن هذه الهمزة هي همزة وصل اللي هي ابن ابن اسم امرأ ايم اثنان واثنتان إذن هذه همزتها همزة وصل الموضع الثاني في أول الألف واللام التعريف في أول ألف واللام التعريف هذه الألف هي همزة همزة وصل الرجل طبعا أصبح التعريف عندما أقول رجل بدون ألف لام أصبح نكرة لكن عندما أقول الرجل أصبح معرفة وكذلك كتاب نكرة عندما أقول الكتاب أصبح معرفة وهمزته همزة وصل أيضا في جميع الأفعال في جميع الأفعال ومصادرها في جميع الأفعال ومصادرها غير المذكورة في همزة القطع يعني لو تلاحظون احنا ذكرنا في همزة القطع بعض الأفعال مثلا في أول الفعل الثلاثي ومصدره في أول الرباع ومصدره في أول المضارع هنا يقول في جميع الأفعال ومصادرها غير المذكورة في همزة القطع إحنا أخذنا الثلاثي واخذنا الرباعي وأخذنا المضارع ما بقى عندنا بقى الخماسي والسداسي الفعل الخماسي بمعنى أنه يتكون من خمسة من خمسة حروف وكذلك الفعل السداسي سواء كانت بالماضي أو بالمصدر أو بالأمر مثل أقول استسقى إذا تلاحظون هذا استسقى كم حرف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست حروف ستة حروف فهذا هذا الفعل سداسي بالماضي طبعا حتى المصدر ما له استسقى يستسقي الأمر استسقي أيضا همزته همزة وصل المصدر استسقى وكذلك استبانا يستبين استبن استبيان هذا كله أيضا همزته همزة وصل أو استبانا إذن أعيد في جميع الأفعال في جميع الأفعال ومصادرها عفوا غير المذكورة في همزة القطع مثل الفعل الخماسي والسداسي ماضيهما ومصدرهما وأمرهما أيضا الموضع الآخر في عفوا في أمر الفعل الثلاثي إحنا ذكرنا بهمزة القطع الأمر في أول فعل الثلاثي هذا قطع لكن الأمر ما له الأمر ما له همزته همزة تكون همزة وصل أقول أكتب الفعل كتب يكتبه الأمر أكتب فأكتب هنا الهمزة هي همزة وصل بعد أن انتهينا من الهمزة التي في أول الكلمة الآن نأخذ النوع الثاني الهمزة في وسط الكلمة أو ما تسمى بالهمزة المتوسطة طبعا تلاحظون الكسرة ملاحظة بسيطة الكسرة يناسبها الياء الضمة يناسبها الواو الفتحة يناسبها الألف والسكون طبعا هو أضعف أنواع الحركات طبعا قوة الحركات العلماء قالوا بأن أقوى الحركات الكسرة ويناسبها الياء والضمة يناسبها الواو الفتحة يناسبها الألف والسكون يناسبه طبعا الإفراد وهو أضعف أنواع الأشكال الحركات هي أبعاظ الحروف هذه يعني ملاحظة يجب أن تأخذ بالحسبان إذن الحركات بحسب قوتها الكسرة الضمة الفتحة وبعد ذلك السكون قاعدة كتابة الهمزة المتوسطة تكتب الهمزة على ما يناسب أقوى الحركتين ما معنى ذلك يعني تخلي بالك أنه الهمزة تكتبها على ما يناسب أقوى الحركتين شنو أقوى الحركتين حركتها يعني حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها يعني مثلا رأس رأس كلمة رأس تلاحظ هنا الهمزة حركتها سكون نحن قمنا السكون هو أضعف أنواع الحركات زين الحرف اللي قبله شنو الحرف اللي قبله الرأ تلاحظون الرأ الرأ شنو حركته مفتوح إذن نكتب ألف ألف وهمزة ساكنة ننتقل إلى المثال الآخر مثلا مؤنى الواو تلاحظ الهمزة سكون ضعيف زين القبلة شنو القبلة ميم مضمومة ميم مضمومة فأخذ شنو إما حرف يناسب يناسب حرف الواو وعلي همزة وكذلك مؤبد الحرف اللي قبل الواو ضمة إذن نأخذ حركتها تناسب أقوى الحركتين حركتها وحركة الحرف الذي قبلها أيضا مئة مي مئة مئة تلاحظون مئة هنا لازم نكتب الهمزة على كرسي لياء لأنه ما قبله الميم اللي هو كسرة الميم كسرة إذا كان قبله مكسور نأخذ حركتها هي مرأة مثلا مرأة حركتها فتحة فنكتب على الألف البئر قبل كسرة فنكتب على كرسي لياء وكذلك أس إلى الس إلى السكون الحرف القبل مساكن لكن حركتها هي مكسورة فنكتب على كرسي لياء وإلى آخر وكذلك مسؤول نعم إذن هذه هي الهمزة المتوسطة إذن عند كتابة الهمزة في وسط الكلمة ينظر إلى حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها ثم تكتب الهمزة على حرف يناسب أقوى الحركتين مثلا نقول لا تبتأس تبتأس بما كانوا يعملون جئني بما لا تؤخر عمل اليوم إلى غد اسأل عما تجهل ملاحظة أيضا إذا تشابهت الحركتان فتكتب الهمزة المتوسطة على حرف يناسب الحرف يناسب الحركة المشابهة إذا تشابهت مثلا أقول سألة هنا السين مفتوحة والهمزة أيضا مفتوحة فتكتب على حرف يناسب الحركة المشابهة اللي هو الألف فأقول سألة فترسم على الياء إذا كانت مكسورة أو إذا كان ما قبلها مكسور ترسم الهمزة المتوسطة على ياء إذا كانت مكسورة يعني هي مكسورة الهمزة فنكتب على الياء مثلا أقول الممرضات ملائكة الرحمة الممرضات ملائكة الرحمة تهتز أفئيدتهن لألم المريض ملائكة لو نكتب فتكون الهمزة على كرسي الياء نكتبها على الياء وكذلك أفئدتهن وإلى آخره من الأمثلة أما ترسم الهمزة المتوسطة على الياء إذا كانت مضمومة مثلا ابدأوا يومكم بالعمل المثمر أو إذا كانت مضمومة بعد ساكن صحيح أو بعد ألف حياة الطلاب ملؤها الجد والعمل الذي يدعو إلى الخير جزاؤه المحبة أو إذا كانت مفتوحة بعد ضم أقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو إذا كانت ساكنة بعد ضم الكتاب خير مؤنس لصاحبي وكثير من الأمثلة وأيضا ترسم الهمزة على الألف إذا كانت طبعا مثلا ما قلنا مفتوحة سألت الله السلامة لا تتأخر عن عملك أو إذا كانت مفتوحة بعد ساكن صحيح أقول مثلا اسأل عما تجهل أو إذا كانت ساكنة بعد فتح لا شأن لمن يعيش لنفسه وهذه هي الهمزة المتوسطة هناك شواذ من قاعدة الهمزة المتوسطة إذا أتى قبلها ياء ساكنة تكتب على كرسي الياء أقول خطيئة يعني هذه لأني أعتبره شاذ لأنه قبل ياء فمبين يعني أكتب على كرسي الياء أقول بريئة بريئة قبل ياء إذا تكتب على كرسي الياء أقول بيئة أو إذا كانت مفتوحة وقبلها ألف مد أو وامد تكتب منفردة على السطر إذا كانت مفتوحة يعني هي الهمزة مفتوحة وقبل ألف مد طبعا حروف المد اللي هي الألف الوا والياء كما تعلمون أخذتم فيما مضى من دراستكم حروف المد الألف الوا والياء فإذا كانت مفتوحة وقبل ألف مد أو وا مد تكتب منفردة على السطر لا على الياء فتلاحظون هي مفتوحة وقبل ألف فتكتب منفردة على السطر قل قراءة براءة تساءل مروءة إن وضوءه وإلى آخره من الأمثلة الكثيرة الآن النوع الأخير التي هي الهمزة المتطرفة ما معنى الهمزة المتطرفة يعني التي تقع آخر الكلمة التي تقع آخر الكلمة الهمزة المتطرفة إذن هي التي تقع آخر الكلمة قاعدتها تكتب بما يناسب حركة ما قبلها يعني نشوف الحركة التي قبل هذه الهمزة نعم نلاحظ الحركة التي قبل هذه الهمزة وأن نكتب هذه الهمزة أقول فلا يعتنى بحركتها هي يعني ما لنا علاقة بحركة الهمزة وإنما الحركة التي قبل الهمزة أقول طارئ فتلاحظون الحرف الذي قبل الهمزة المتطرفة اللي هو الراء الراء مكسور فتكتب الهمزة على كرسي الياء تكتب الهمزة على كرسي الياء ونضع هذه الهمزة مال زيان تباط لاحظ الهمزة المتطرفة قبل الطاء مضمومة لؤ لؤ مضمومة أقول ملأ ملأ اللام مفتوحة فنكتب الهمزة على الألف طرأ سهل هذه الهمزة المتطرفة قل مثلا شيء جزء جاء مل عب الهمزة هذه المتطرفة إذن أيضا من الملاحظات التي فيها أنه قلنا إذا سبقت الهمزة المتطرفة إذا سبقت الهمزة المتطرفة بحركة رسمت على حرف مجانس لحركة ما قبلها إذا سبقت الهمزة المتطرفة بحركة رسمت على حرف مجانس لحركة ما قبلها مثل خير الخط ما قرئ قرئ فالراء هنا مكسورة لا يجرؤ العدو على مهاجمتنا لا يجرؤ هنا الراء مضمومة فنأتي بواو وفوق الواو همزة مثلا فاجأ فاجأ جنودنا الأعداء فاجأ الجيم مفتوحة فنرسم بعد الجيم ألف وفوق الألف همزة هنا هذه الملاحظة الأخيرة إذا سبقت الهمزة المتطرفة بحرف ساكن رسمت مفردة نحوه عبء تلاحظون هذه الأمثلة بالأخير شيء عفوا شيء وجزء عفوا شيء وجزء هذه قبل الهمزة قبل الهمزة حرف ساكن فترسم هنا الهمزة مفردة فأقول شيء جزء جاء مل وعب مثلا أقول تزايد السكان غير عبء على البلاد النامية أو أقول مثلا الحقل مملوء بالأزهار أو مثلا أتمنى للمريض برء عاجل وإلى آخره قال تعالى جزاء وفاق إذن هذه الملاحظة الأخيرة بأنه إذا سبقت الهمزة المتطرفة أو عفوا إذا سبقت الهمزة المتطرفة بحرف ساكن رسمت مفردة الآن طلبتنا العزاء هذا مثال للتدريب سؤال للتدريب يعني أريد منكم الإجابة عليه في المحاضرة القادمة إن شاء الله أقول بين فيما يأتي همزات الوصل والقطع قال الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد يعني تدربوا عليه وأريد منكم تبينوني همزات الوصل والقطع في هذا البيت دمتم برعاية الله وحفظه وأتمنى لكم صحة وسلام وعافية والتوفيق والسداد في مسيرتكم وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر